بتعرفوا بيت ولا ستوديو من شدة ما الإحساس مقدار والناس بتشوفنا مع ضيوفنا رابرين الكلفة وبيننا زمان ودي لما تخير سودانية وستوديو بايف متوفر فيها صفنية وستوديو بايف فيندردش ونحكي عن أحوالنا والرايبي في قلبي عفوية يطيقات روح جينا عليكم في بلنا كلام لكم وبينكم إن شاء الله نكون في الطلق فاب تنسر موت بيني بيك إن شاء الله نكون في الطلق فاب تنسر موت بيني بيك بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم داخل وخارج صالة سبارك سيتي بنرحب بكم في حلقة جديدة من استوديو بايف وعلى الهواء مباشرة حلقتنا الليلة عن دار الرياضة أم درمان وهي من أعرق الدور الرياضية في السودان عامة وفي العاصمة بصورة خاصة وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الحركة الرياضية في السودان وأيضا هي ممكن نقول ساحة نزال لمختلف الأندية بمختلف درجات في ذلك العصر وإلى هذا اليوم وقد شهدت العديد من المباريات التاريخية بين الهلال والمريخ وغيرهم كثيرون وخرجت أو أفرزت هذه الدار العديد من النجوم الكبار أمثال الأستاذ أو الكابتن أبو العلة وأحمد برعي أحمد البشير وصديق منزول وغيرهم كثيرون وأيضا من رواد جيل الستينات أمثال الكابتن الفاذ أمين زكي وكابتن جكسا والسيرة تطول والأسماء تطول دعونا نتعرف على ضيوف هذه الأمسية الذين من خلالهم سنحتفل بهذا الدار العريق مرحب بالضيف الأول لهذه الأمسية الأستاذ كمال الدين محمد سعيد أحمد الشهير بكمال أفرو درس مراحله التعليمية بمدارس الأحفاد في عام 1967 اغترب وعمل في أحدى شركات البترول ليدرس بعدها البترول والمعادن والدار الرياضة وعميد الرواد بدار الرياضة وكاتب صحفي أحد الظرفها مدينة أمدرمان تحية كبيرة للرئيس كمال أفرو مرحب بك مرحب بك أرئيس شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا رمضان كريم إن شاء الله نحن في خواتم رمضان نسأل الله أن يحتق عننا وعنكم وعنهم وعن الكل يا رب اللهم آمين اللهم آمين سهرنا الليل عن دار الرياضة مرحب بك وأنت من أبرز الأعضاء والناشطين في هذا الدار مرحب بك الله يخليك الله يخليك أرئيس نمشي لضيفنا الثاني نتعرف عليه من خلال التقرير الجاي الحكم المتقاعد عباس جميل حكم دولي سابق وخبير تحكيم التحق بجهاز التحكيم في عام 1976 نال الشارة الدولية عام 1990 عاملة سكرتير للجنة التحكيم المركزية في الفترة من 2001 وحتى 2013 عاملة مديرا لضبط الجودة بشركة النيل الأبيض للصناعات الجلدية مرحب الكابتن عباس مرحب بك منورنا وإن شاء الله مرحب بكم أنتم مرحبين بالمشاهدين وكل سنة وإنتم طيبين مرحب بك مرة تانية ونمشي لضيفنا الثالث لهذه الأمسية الكابتن محمد عبد الفتاح محمد علي الشهير بيزوغبير من مواليد مدينة عطبرة انتقل من ناد الشاطئ عطبرة إلى ناد الهلال عام 1966 متزوج وله خمس أبناء يعمل حاليا نائب مدير استاذ ناد الهلال السوداني مرحب بك في نزوغبير أيها ندا مرحب بك في نزوغبير أهلا بيك اللقل في الجمهور في الصالة كل سنة وانتوا طيبين وراء ربنا يعيد رمضان علينا وعليكم بالخير والصحة والعاتية اللهم أمين وانت ضيف عزيز علينا منورنا الليلة ان شاء الله يا كبتن الله يخليك وإلى ضيفنا الأخير لهذه الأمسية نتعرف على من التغرير الجاي الفنان حسن عبد الرحيم محمد الشهير بحسن صبرة من مواليد حي أبروف بأم درمان وعضو اتحاد المهن الموسيقية منذ عام 1997 قدب للصحة الفنية ثلاث ألبومات من إنتاج شركتي السناري والبدوي متزوج وأب لبنتين حنين وحلا مرحب بيك يا حسن مرحب بديكم العافية كل عام أنتم بخير ورمضان يعود علينا وعليكم بالخير والبركة ونحن في خواتيم هذا الشهر العظيم إن شاء الله البلد في رخاء وأمن وسبت اللهم أمين وسعيد يكونوا معاي رواد الدار وأنا ذاتي من أم درمان إنت ابني من أبناء أم درمان أبناء أبناء أم درمان أنا من أبناء أم درمان سموا الناس زاقة دي مرحب مرة ثانية بكل الضيوف المعانا وبالرحب بالمشاهدون من داخل الصالة وخارج صالة سبارك سيتي أه تفضل يا جماعة البيت بيتكم الكبير أمور والسلحة نبدأ بالسين أيوة كبير والأقوى الله أكبر صبر صغير معلش بعد الصلحة صبر صغير حبيبي يا صبر منور والله كالعادة حنفتتح الأمسية جماعة بأغنية طبعاً إحنا حلوياتنا بنبدابل بالأغنية رئيس أول حاجة بندي الضيوف أغنية بعد ذاك بنقدم العصائر لا لا بعد اللغنية في عصائر في هذا لغنية قبل العصير أيوة إن شاء الله تكون حلوة جداً طيب إن شاء الله نستمر للأغنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هلال من ريح يا يجيك يا أبو عن جزائر وحيوه ومورك من دنيا حبيبة يا غنى برسيك الناس بل يا بطلين وقوم بل يا ليب موسيقى نانفن وزري مليار فيتقرب يا سيف الدسوق يا زوب ويا أدب بين شارعين وناصر لاحلين العيام في الناس الأصالة نانفحي العرب ومدر يا حبيبة يا غنى برسيك الناس ويا أبو عن جزائر وقوم بل يا ليب كما ديب قلبي لساني وقلبي خلبي 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 وشهيد على نشانك يا بلاد تختري الغريبة رحمة كانت الخواج العسكري يا قنون ويا قيادة يا الخليل الأزخري ومدر يا حبيبة يا غنى برسيك الناس ويا أبو عن جزائر وقوم برسيك الناس ويا أبو عن جزائر هنا أبو عن جزائر ومدر يا حبيبة ومدر يا حبيبة ومدر يا حبيبة ومدر يا حبيبة يا عطيم ومتبت يا نجير أمبكي وفي تيحيى الثورة يا عبدية من الهجر البشوف أكبر طال عليه أرحم يا كريم أبوي حسن قال لي زور مدر يودا وزور أجل قادر مدر يا حبيبا يا مر يا غزين يا عبدية من الهجر البشوف أكبر 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 يا عبدية من الهجرة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لبيت جد والله انت في الطلق فعيش وقع خاص ولها دور كبير في الحركة الرياضية من هو صاحب الفكرة انا اعتقد انه هي يعني اصبحت حقيقة بعد ما كاتب مباراة بتجري في بيت الخليفة انتغلت الرياضة اصبحت معظم مباراة الكبرى قبل افتتاح استاذ الخرطوم تلافذ الرياضة لكن الموضوع موضوع مباراة الكرة الموضوع موضوع النكهة المجتمعية اللي اظهرت بها دور رياضة مضرمان يعني قبل ما تفتقينا بنا كبير قبل من الدنيا في رواد قبل من الدنيا احنا كان في مداعبات كان في ونسة كان في اجتماعات كان في قرارات بيطلع من دور رياضة مدرمان يعني الى ان جينا نحنا ورثنا هذا الموروث واصبح نحنا الآن يعني امتداد لاجيال سبقتنا في كل نواحين المجتمعية والعلاقات بالاضافة الى الرياضة طبعا ان انت مشهور بانك انت فاكهة دار قمثل فاكهة كافية الفاكهة لا والله ما حسروها قالوا ما تجدوها راس كت والي 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 دارة الرياضة هذا نقول الفاكهة المحزورة يا اخوانا ايوه ايوه الفاكهة المحبوبة الهين الوطنية المطلوبة المطلوبة ايوه وقال انت المسؤول الفني بالتأكيد للدار ومسؤول الاداري المسؤول الاداري انا والي والي لكن بدون قروش والي ساكل لا عربية لا حرص الوالي انا ما يفتقلوني والي زي الولاد اللي يعني ماذا ما معين تعيين داستوري معين تعيين شعبي عندي صلاحيات نعم كبيرة جدا جدا داخل الدار لكن ما عندي اي دخل كيف لا موتر لا حرص لا عربية لا مرتين لا اذا كله ما انت بالليل دارت يبلع الهواء مالا كيف. الليل النسوان دي كتيرة يا سيرته. طبنا النسوان ما كنا نحنا ايو والله فعلا. طريبهم نغدلون نقول لهم كل سنوان طيبات. لكن في حاجة واحدة. اه. الحاجة الوحيد اللي 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 يعني اصبحت مستحالة بالنسبة لنا كيف ندخل مرأة ده الريانة. تعرف يا استاذ. ايو. دي من الصعوبة يعني يمكن الان في الدور في مرة او مرتين. مغلق. عندنا تحقيدات كثيرة. وبعد ذلك المرأة دي لوجيات بتحكمنا خلقيا وسلوكيا. يعني لما تقعد مرة في دار الرياض ما بيزول باري. بيني وبينك لو جات دار الرياضة حيبقى. لكن برضا كتش كتش كمان. ما كانت موجودة كمان. كانت في بعض الصحفيات بيجي. في موجودة. صحفيات. لا لا مشجعات انا بقول مشجعات انا بقول مشجعات يجي وصفق وكورك وزي انا ما في. لا دي ما في لكن كان الصحفيات كان في موجودات. صحفية واحدة عندما تكتل. لا 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 كان في اربعة خمسة اخي ما كتنا كيف يعني في اربعة. يمدربة ما تنسى الموضوع ده برضو. الرئيس كمال افرو بيطالب بالتأكيد. النساء حسن هم. دقيقة 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 دقيقة. النساء بيفتكروا نفس ان ان يجب ان يكون مضاهات لنا. احنا كريال. نحترمها ما بنقول لا. يعني النساء بيفتكر انها هي بالان احتلت مركز دستوري عالي. في القضاء لا وزنها. في الجيش وصلت فريق. صح وراء. في الشرطة وصلت كده. السؤال المطروح انتم بهذه كمية والاهمية. وين من ده الرياضة من دورها? وين من الرياضة? مع ان الرياضة هي الاكثر انتشارا في السودان ده كله. يعني السودان ده الوزير الرياضي والرئيس الرياضي ونائب الرياضي. انت يا مر اوين دورك? ده السؤال المطروح. ليه ما عندك دور في الرياضة? بس تا 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 وين دورك في الرياضة? لكن يا كمال. انت لم تدافع عن نسواني. نسوان بدأوا عن بعضين. هنا اولا حاجة. في تلات تربع الناس البيضة رامن درومان دير بيكون هاربين من البيت. خد. وقل لك احنا احسن لانا ناخدانا ساعتين هنا شويل روح وم. مرة تحرف يا انا قاعدة ده الرياضة وبعدينك واحد قال ليه اوالي المرة دي قيادة ده الرياضة. بيجيت مرة قاعدة في الحقيقة قاعدة يعني مرة بيت مش مرة يعني لكن عروس جديدة. وقاعدة كده قاعدة كده يقول لنا الحكاية مرة اقبلها في رأس. آآ. لكن بدي تلفت يسلمت على طواريز زيك اهلا بيك شرفت كده كده. اجابك شنو. طلي والله انا زوجي حكم كان. ماذا ماذا واحد تاني. زوجي حكم. وبعدينك آآ يوميا بعد ما تقاعد. صار اربعة بيطل عمل بيقول ليه ماشي ده الرياضة ندور معنا. جايز زره ولا شو. هي فتكه ده الرياضة مرة. آآ. ريال بيكذبوا عن ناس يعني كثير يقول لك ماشي ده الرياضة يكون عنده بيت تاني. فقامت قلت ليه حاولت انه باي طريقة اي وراه وجيت الحمد لله ودخل لها الرياضة. هو قل لي تعالي يعني. وقاعدت قلتها رايك شنو. قلت لي والله من هنا بناه جيت اي امرأة تخلي رايجيلي من الساعة وحي في ده الرياضة. فيه فيه حميمية واجتماعية وعلاقات جميلة ينسانية. بالتأكيد. يا سلام. قابتن زغبير. عاوزين نتكلم عن ذكرياتك مع المباريات. اتكلم لينا عن اشهر مباراة. وعلقت في راسك. وعنده احداث يعني في احداث. اشهر مباراة كانت بالنسبة لي انا ضد اول مباراة لي كانت ضد النيل مدني. في مدني. وكان كنت لاعب في الهلال يعني كنت لاعب وين. فالوقت ذلك طبعا كابتن سبيت موجود. رب الله ديه الصحة والعافية. سي هو طبعا في المملكة العربية السعودية. فكان الخوايب بتاعنا كان جورجي السرصة. ففي المحاضرة كان بتكلم بتكلم في المحاضرة. وزكر التيم وقال سبيت. قام سبيت وقال ليه ووقف في المحاضرة. قال لي والله يا كابتن انا يا سيا كوتش انا ما حالعب. ما اكترس. قال ليه عب زغبير. دي انا اول مباراة لعبتها مع الهلال ضد النيل مدني. والنيل مدني كان يعني تيم صعب. شريس. شريس. فيه السيد رحمة الله عليه وفيه حموري وفيه زمير صالح وفيه يعني فيه كوكبة جميلة جدا. حتى في دارين. لما سبيت عرفه سبيت انه ملاعب ما خش شكورة. كانوا معانف مدني. ما خش شكورة. فالهلال مغلوب. والله وغانت كاس السودان. وضلت الكورة. والحمد لله يعني لعبت مباراة يميلة جدا. ولغاية تاريخاز اللحظة عالغة بزهني. يعني بعد ده كان فيه واحد ناسورين اسكندريان ديلة جماعة اليداريين كانوا ما خشوا الكورة. جوا بعد الكورة وانحنا غالبين واحد قون جابوا نصر الدين عباس جنسخ. قال السلام. فلو التحية من هنا وقول له كل سنة انت طيب. كل سنة انت طيب يا كتب. بعد الكورة جسبيت قال لي يا دوب. انا عرفت كتة يعني. بعمل في شنو. ودلوقت الحمد لله انا جانيت السمر. الكتب بعمل فيها. وقام سورين اسكندريان. قام بره طوالي طالع بره. قداني اتنين جنيه. الجماعة راقبين في البص يافوها. ركبنا البص يالو من ينيه. تلت ولا كتلت ولا كتلت. الله يخليك يا كابتن. الله يكالعافي. رئيس الكابتن عباس. دار الرياضة من درمان. في خصوصية. للجمهور. طريقة الدخول. المعروف عن دار الرياضة من درمان. الجمهور بيعرف بعضه. يعني بتل. الجمهور دار الرياضة بيعرف بعض نفر نفر. حتى الجديد اول زولة الجائلة اول المرة. عنده عنده استقبال. عنده استقبال خاصة. ايوه. المشكلة انه بيقعد. داران درمان يعني عندها خصوصيته. لان يعني معظم النهر بيكون موجود داخل الدار. بعرفوا بعض. ايوه. وحتى لو غاب واحد منهم بعرفوه. يعني فيه دج جانب الكبير اللي هو بقم بها هنا كمان. حتى المقاعد يعني انت لو مشت داران درمان وقعدت في مقاعد ما حقك. بتوع دفعوه انت حيحريوك. المقاعد معروفة. يعني حتى المقاعد انت لو جده فاضي ما تقعو الساق. ما تقعو الساق. لانه خاصة الناس كمان ذلك. كما تقول لك يا اخونا انت من وين. اول حيات. هو مبارا وفي مجموعة كثيرة جدا جدا بيزالوك. يعني في ناس مخصوص المقاعد دي ذاتها هي في رواد محددين. وهم ما عندهم علاقة. الشخصيات المعروفة ومشهورة في يعني في كانت دمان احنا قام دكتور القوني وناس يعني عندهم وذنهم. يعني كان قبل كده اسمه المحتمى ذات وعنده كرسي بي. عارفين كرسي المحتمى ذات وناس. وكل النازل يعني بتجي عنده يعني عمل كبير جدا جدا غيرا انه هي الشاهد المباريات. هي عندها تكافل. يعني دي حقيق كويسة في درايا من درمان. اي. الناس بتكافل في بعضهم. اه بتجي يعني حتى دول لو حصل لأي شي. اخونا كمادك الترخير هو بقوم بالواجب. في مجموعة اخر. الوالي. سيد الوالي. وما براه يعني مجموعة تاني برضو يقوم بالواجب. الله يعني في كل شي. دي واحدة. الحياة التانية يعني اه هم ناس زويغة. يعني احنا كحكام اكتر ناس من كنا ممكن. اذا في ذول بيقيف معك بيقيف معك داران. يوم مدارون. يا سلام. وهم دايما بيشدوا بينا. الناس اللي بخش للساعدين. ايوة. طبعا امي داخل من الباب. احنا قاعدين في النص. اللي بشوفوا اول واحد هناك بيرفعه ده يا والي ده من وين? جماعة. نعمة حقيقة في ناس بيجيوا مستشفى الدايات بيدخلوا غلط. في ناس بيجيوا بس بيدخلوا غلط واحد تلقاش هاي لشنطة وحفشوا ورابطوا. ما هم عقول جايلي يا كورة صح ولا? حاكي. انت اولا مش جازوا لياخرين تياهي من وين دخل لك شنو? واحد جاء لاحش هاي ليه سير موزنة ماشي الدايات مية بالمية. يعني انا مرة جاء واحد عامل ليدي جين وخدت لي ثلاثة عزبات. ما عزبتين. عزب هنا وعزب هنا وعزب هنا وعزب هنا. ايوة. 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 واحد قال ليه ده من الهناية المنظمات الاسلامية بتكتر الناس ما شنو? داعش. داعش. طبعا نمشي انا ممشي قابل الزول. لكن يعني عندي حماية. يعني ايوة. بودي قارد. ايوة. بجل سلمت عليه وزيك يا اخينا شرفت انت جيت غلط. قال لي لا. انت عارض ايضا الرياضة. والناس قول لا تضحك. ايوة. قال لي هاي قلت له طيب يتفضل. قام ضحي قال لي انت معرفتني. قلت لي والله معرفتك. تضحي انه هو الشغيق اخونا كمال ترباس الفنان كمال ترباس. هنا تحية للاستاذ كمال ترباس. وبعدك العقدة انه الانسان اللي بنفتح معانا. استمر. ما بخليكم تاني. الاكينة اللي بتعقد من اول مرة ده لغاية ما يمركم ما بخلهم. صح. يعني انت تستحمل اول يوم. بس اللحظة كمان. لكن انا افتكر يعني دار جد يعني يمكن تكون بوطة حقيقية. لتنمع اهل الرياضة بمختلف اتجاهاتهم. لم نعرف من ريخابي. لم نعرف موردابي. انا ممكن اسميه باختصار زي بيت العائلة الكبير. لا سلام. زي البيت العائلة الكبيرة والنزل الصغيرة من من اللاعبين الاساسيين يعني كان الفرق. اداريين. فهي تجمع كل الناس زي بيخدهم يعني تقام قاعدين مع بعض. قبل كده برضو من الطلايف عندنا يا انا وزير الشباب ذكر كمال. من 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 وراء. يا انا وزير لابس بدلة في السخانة. وبعد. يا اخي بل سخانة الواحد لو قل الله عريان يكون برضو مسخل. بقام اه كمان تقول له يا اخونا. انا ما عارفه وزير قلت لي يا اخينا ما انت سخنتنا احنا خليك انت. عاملو صال بدلة دي يا اخي احنا زادنا بقى عريقنا. قام قال زعل. عقد خالص. اي وقام صرا واشت وقال لي انا وزير. قلت لي يا اخي حتى ولو. وزير جايز سخنة. بدلة سخنا يا اخي انت جيد من وين قام اخيرا يسلم علينا. قال انا وزير من وين. من الوقت كده ما غايتم عارف. من دارفور هنا. ايه فان احنا ما منكترس يعني من بعفوية. ايه. بطيبة. بطيبة اهل الرياضة. الرياضة الما طيبين. اهل طيبين جدا جدا. وهل الرياضة دايما عفويين بيقولوا الكلمة بدون اي يعني ما تاخد مأخز اخر. لزالك بنقوله كده. ايه. لكن ما في ما في مقصد ولا في حاجة ضغيلة. شنو يا غالي عند المقصد من اي يوم يصارب على الساعة ستة. حسن صبرة. ما قلت ولا كلمة. حسن صبرة ذاته نم درمان يا انا بتذكر زمان ما حسن. انا دار اقول لك انا ذات يزور رياضي يا انا ايه ما اخشيات يعني ما قلت بي حاجة. كان لشعر. كان لشعر. كمان. ما يفتك انا. يفتك بشكل كده. لا لا والله حسن. النادان بيصال عليه. لو تعري. لا لا. انا طبعا زول زول رياضي. زول عضو في يعني في نادي بروف. انا كنت من نادينا بروف. ما تقول ليه لعيب تكورا كمان. لعيبتها. لعيبتها في الروابط لكن ما 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 وصلت في الموضوع. وصلت في الغنيا. الحمد لله وصلت في الغنيا. رغونا ظريف ساعتين ساعتين وتجي مارك بدل تكسر كراع. طيب ما اغني لنا يا حسن. اغني لك ليه ما اغني لك. عداد مضمون. عداد مضمون يا ايه والله. طيب نسمع نسمع. نغني لكم طوال يا اخ. فضل. نظرمانا. نظرمانا على صالح. يا سلام. اغني لكم طوال يا اخ. اغني لكم طوال يا اخ. 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 يا الرسال بعيدون نوم لبسوها تقوم ملكة أسر قروبنا جديد عليها نوم الرسال بعيدون نوم لبسوها تقوم ملكة أسر قروبنا جديد عليها نوم الطريق ممرن بالخدوق مسهوم كالهلال الهلة الناس علينا نوم ملكة أسر قروبنا جديد عليها نوم الملكة أسر قروبنا جديد عليها نوم ملكة أسر قروبنا جديد عليها نوم شوف فريد المعسل زي زجاج أطروم شوف عناك ديسة تقول عنب في كروم شوف فريد المعسل زي زجاج أطروم الغوام اللاتين والحش المقروم والسدير الطانيب في كرامي الله في انتبال الشاطئ من رسول الروم عيزان طوله أبي يا رب انا 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 خليجات مدموعة الصاف يا كالدينار في الغوام مربوعة شوف عالة ونار خليجات مدموعة الصاف يا كالدينار في الغوام مربوعة نشوف عالي يا بنا روضة آخر موضة هاي فغير في النار روضة داخل روضة غنى فيها كمان من جنايا الشاطئ من وصول الروم هاي زهر قومه وفي الوقت موسيقى شوف جبين أضوى أضوى فوق فنار من هالكشاري منه بكونار جبين أضوى وضوى فوق فنار من هالكشاري منه بكونار صلعة ما فيدي قابل زي لهي بالنار دح ريالي تابل ون موسيقى 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 صحorus موسيقى الليل الليل يا ليلة هذا الليلة الليل يا ليلة فوق جنايل الشابي من غصور الروم حي زهرة رومة يا السلام حبشي حبشي يا السلام عليك انت يا حسن أبدعت إبداعا شديدا أسادة المشاهدين وكما تعودنا فاصل ونواصل أسادة المشاهدين مرحب مرة ثانية ورجعنا لكم ولسه متواصلين مع ضيوفنا الجميلين جدا جدا وبعد اللونية الجميلة السمينة نعمل لأستاذ حسن صبرة وابني ومدرمان البار واحد أقطاب الرياضة في ومدرمان ومشجع ثوري من مشجعي نادي أبروف أستاذ كم ألافرو مرحبا قالوا اجابك دار الرياضة فلسة فلسة ولا سفة فلسة فلسة الفلس صاح دي حقيقة انت في يوم من الايام كنت مرطب خالص جروش تغيلة كتيرة جدا وفجأة كده وقعت حاور 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 حقيقة دي يعني يعني جسة ما حاجة تذكر في هذه الايام الطيبات الصادقات يعني قصة بتقلم لكن لا بد منها اهه انا طبعا كنت احمد الله جيد عملت مؤسسة كبيرة جدا ما في داعي للإعلان شان ما يقبضوني بعدين المهم فجأة كده فلست كنت في اي بي لا بسلم على زول ولا بجي تلفزيون ولا بعرف طاها ولا بعرف زغبير ولا بعرف رجل عربي تيس ساعة ستة يجي للسواق وستوى جنيها مشي حتات معينة الصباح يجي مكتبي ما بتكلم معي مزدري جدا رافع نقرطيل السماء فيا باب دجيت الدلجة دجيت الدلجة وانا بطبيحتي دايما احب التميز والتفرد دون غيري هيوة دي عادة دي واحتز بيها مش على حسابكم على حساب نفسي هيوة يعني دايما احب اكون متميز واكون كده حتى في ليفسكوا في حياتة كلها يعني من ستة وعشرين عربية بقت عندي عربية واحدة في الوكسواق انت قم دفرة قلت بأجر عربات انضربتها يعني اجي في الاسطوب اجيب بيكون اعي اجيب احمر اجيب اتلفت يمين وشوال حتى ليش تاني بهدلت بهدل عجيبة جدا وبعدلك بيأمان الله لا وراك الفلس يا طه الله الفلس حار الله لا وراك حار 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 احنا ضغنين تبعه دكتور لا اجينا لزعاية في الفلس ده الناس هل معاك ايوة اولاد ترابيستك وقعدتك وانستك يقول لك عبيض ما اقولنا ليه كده عامل فهلوي طيعة ساكن بعدينك بجيت ابحث عن نفسي وين اجد نفسي ما في طريقة اول حت دخلتها دار رياض اندرمان بعد الفلس لجيت طبعا الناس اندرمان رحبوا بي طبعا جيتهم بفلسفة يا ريبة جدا نعمل كده ونسوي كده ونسوي كده وجبلوني الى انجام وبعد يوم يومين ثلاثة اربعة عينوني والي ومن ديك ماذا راقول عيقل انها كل ماشينا ومن ديك السمرين لكن دا راقول حاجة واحدة رغم الحياء الجميلة اللي كنت عايشة والغينة المبالغ فيهم ما لقيته من الشهرة ومتعة في هذا الوسط لم اجدها منكم يا سلام يا سلام يعني الفلس هو الفلس ما ممتع ما انتم ما كدب عليكم لكن الحال اجتماع الفلس الله او الراكل صعب صعب انت ما فلسفة طبعا انا كمانا صعب لا الله طيطينك بس الزول الاعمى لا يستطيع ان يعرف الاسود من الابيض الله لا او الراكل لكن لكن احنا شفنا لذلك انا افتكر انه يعني ديك جيب نظر رياض اندرمان ومن ديك طبعا عينوني والي حيات كثيرة جدا جدا وخلقنا مجتمع يعني اجمل ما يكون مجتمع نموذي للمجتمع الرياضي اللي يفترض ان يكون بالضبط هو مجتمع الرياضي مجتمع منفتح ويستقبل بصدر الرحب ولانه اساسا الرياضة مبنية على الاخلاق انا 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 اندي حاجة هيدا حارقاني لا يومي لا قيل لدي ما اقوله ندو تذكر شي كوز يعني في واحد انا قرر اصبحتك على الام كده واحد قال بلا كورة بلا كلام فاضي كور الشنو انا افتكر ان احنا الرياضيين اه اي زور الرياضي انت رياضي اكيد طبعا والرئيس الرياضي والوزير الرياضي ومرتك الرياضية المرياضي ده ما انسان صح ما بيشعور تتفاوت انت رياضي شنودي حق احنا كلنا رياضيين اكيد وانا مرة قلت لالاخر الرئيس في يلسة قلت له اعظم وزراءك الشغالين هم الوزراء الرياضيين احنا الناس عفويين طيبين ندعامل بيعني بطيبة عفوية اهل السودان بالتأكيد بالتأكيد كابتن عباس نعم التحكيم فاشل قلت لكم انه فاشل التحكيم فاشل نغمة بتتردد في دار الرياضة كتير جدا جدا شو دار الرياضة في حتة دار الرياضة بس ان احنا لا ما بداياته نحنا نقول بداياته كانت من دار امدرمان ما بدا في امدرمان لكن يعني هو التحكيم كده انكلم لينا عن شعورك وانت في المباركة الجماهير بتهتي في التحكيم فاشل والله شعوري زيد ما انت لما تغني والناس بشروا فيك يا اخي ما اقول لانه احنا اول حاجة يعني حكاية النغمة التحكيم فاشل هي نغمة طبعا ايوه وفالحني من ما اصبعها الله يبطي قلسة يعني واحد يقولك التحكيم فاشل ايوه التحكيم فاشل يعني يكون واحد يكون يقولك التحكيم والثاني بيتي مما بيغاري وانت بدعائب سنتم تعبيل حكاية هي احيانا يا الله يلا اللعها يا رايد والله يا عادي والحكم ده بيتخذ غرار في يصيبه يغطي يغطي وبعدين غرار بياني يا طه في جوز من الثاني يعني أنا بغرر وبنفذ العقوبة وبحدي العقوبة وانفذها ما تتجاوز يعني جوز من كسور من الدقيقة فبالتالي أحيانا يعني قد تكون في أخطاء في أخطاء تكون موجودة في التحكيم فعلا لكن ما كل الأوقات هنتكلم بعد شوي عن إذا ما دائر أنه التحكيم يكون النغمة تكون ما أحكى التحكيم فاهي وبتائه إلا فريغي يطلو غالبين ممكن ما بتجي دي خلاص ما بتجي لازم يكون في جمهور مراضي ما ينتكيد يعني لكن أحيانا كثير جدا جدا والله يعني رغم أنه التحكيم النغمة تكون قائد قالت لكن حقيقة والله بيكون الأداء الحكم متميز وبعرفون أسكن الله دير كذا ما صحي قبل تعني تعني أنا 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 دار عمل إضافة بسيطة أيها أنا أنا حقه نحنا نشيل الانتباع بتاعينه الحكم بيخطئ بيخطئ دي حقه نشيل نقول لم يوفق في اتخاذ القرار هل هو الحكم حسن حنا بقول الحكم الحكم الناجح الحكم الناجح بيقولوا يشنو الأقل لا اخطأ أيها أنا 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 ما افتكر حكم يشوف جماهير كتيرة كده شاي لحاكيز وشاي لعصايات وشاي لحجار يخلط في حق فريق ضد فريق لأنه عارف العقوبة هتكون شنا أيها لقيقة لا يوفق طبعا بعض الحكام ضعيفين لما يمهور يكوري فيه بيطلع بره الموت بتوتر بيطلع بره الموت بقى بلطش لطيش عجيب نعم عشان كده بيخلط لكن افتكر يجب انه يعني نقول انه الحاكم ده ما انسان يا اخوان بالضبط يصيب ويخطي بالتأكيد يصيبوا اكتر من يخطو لا لا يخطي ويخطي ويخطي من صيب يخطي اكتر يا طاها انتوا ما فيتكش مع الموت الضريف والجوة الضريف ذاكي تخيل انك انت حكم والجماعة والجمهور بتاع ضرران انه ستين الف مشاهد في السلسات ستين الف شاهد بعدين لما يقول لي لما يكور كوك طريق وخش يعني مرعب مرعب كابتن زغبير اتشكلتها مع حكم والله قول لي مش شاكلتها لا شاكلتها لكن الله يرحب وعبد الرحمن عكس المايك الله يرحب كان حكم لينا وورا مع الاهلي وغلط قمت تنرفزت عليه كان قال لي يا كابتن ما فيك روت ما فيك قال لي كان مدير كان مدير القرع واسمان الدين من الله يضرب الرد والعافية وصحة قال لي شاكل اسمان الدين بتاع كنت قاعد وين قلت له يا قاعد في الكنبة ديك قال لي لو رفعت ايدك تاني وقاعدك جنبه قلت له ما بتقدر والله الجمهور لله لما يخليك تطلع والله العظيم قال لي يعني انت محتوي الجمهور قلت له طبعا ده اسمه جي شخصين انت عوير ولا انت جي لجي شخصين في حتة طبعا فعشاكي ده يا قوي احكي بكورتك واحكي بكويس بعد الكورة بيش تقالي له اسمان الدين قال لي يا اخي يسر شي التبني جوا طبعا الناس الكبار دي الواحد لو نحترامني يعني اكيد طبعا قال لي يا اخي سايني دخلني الغرفة هتحتزر للزول اللايقة كبتي انتظر تليه وها احتزر تليه وبيقى الصداقة بينه وبينه يعني لغاية ما الحمد لله يعني تحكي تقول تخوف اللاعبة في الميدان المهاجمين بتخوف المهاجمين والله يا اخي والله هم براهم بخافه شكل الو الاعداء يعني هو شكل الو اداء طبعا انا ما حدرت له يعني ما جمشا ما اقول ما حدرته لا ما حقا عباش بتفرج فوق قدت له. ما شنو? صغير يا جوان عرائل صغير. منو? عباس? عباس جميل. اه? لا ما حكم لي. يا دولان ما حكمت له وحكمت له اخوز صغير. ما حكم لي كيف يا ايه كماش. اقول لي يا عباس يد? والله ما حكمت له دولان كبير دولان يا اخي. يا عباس ما تفرجت فيك. يا سلام. انت يا غلب العربية فيها ريالين. اه? عربية تقانت فيها ريالين. قبل الفلس. حسن صبرة حسن صبرة. هاي. حصل الجمهور هتف ضدك? في كونة ولا في غنى? في غنى. كتير قل لي يا حسن. في حفلة. ايوة. والله ايشي هذا لا. ما حصل. لا لا. ما حصل. لا لا. ما اسمع وغني. ما اسمع وغني. والله انا انا طبعا. تعرف انا ذلك تعليق بسيط. انا مختبر مع احترامي لك يا حسن. هاي. انا ازا كان في الاولاد دي لنس اسنونو دي لنس. طاها. طاها دي لانا ما بغني معكم. ليه? والله علي المين ما ما اخطيب عليكم. تاقي اللي بس لابسين اللي بس خاص وراكبين عربات خاصة. والبنات صورني. ما بغني معكم. علي المين اللي تختفوا انت. لكن غامر كده اخوش معك في تاقي ربسيدي. اللي اكون زول در انتحر ساكن. لا لا والله. انتوا جزائيات بامان انتم مكبولين لنا الناس كلها. فحقوا الناس تعمل حسابات يا اخوانا. ولا شنو يا جباب. خلاص نغني لكم راكم شنو. تغني لانا الاتنين. والله انا اغني لكم واحد يلغوني دي للاعب. لاعب قديم جدا في في المريخ. اخونا شايبة. اختفوا فجأة كده في الظروف. شايبة بورسوزان اختفى في ظروف غامضة كده. ما اعرف الحصل شنو. لكن اهدلوا الغنية دي. مزهر انا ما زهر. لو في موجود. في موجود. لكن طبعا. في موجود. طبعا وقف من حي اسمها كورة. لجأ الاستياسة. شغال. لا لا شغال شغال. شغال كبير. لانا صغير والله. ما صغير. ازبت لينا ازبت لينا سنك صغير بالغنية الجاية. التسنية ولا بدون التسنية. على يطلق لقياب شهادة من. على يحصى. انا في حليم يا حبيبي. ولا في حليم يا حبيبي. انا في حليم يا حبيبي. ولا في حليم يا حبيبي. انا في حليم يا حبيبي. كنت تفاكب امري. فقريت خلا. صامر موسيقى موسيقى من قبلك انت كنت عايش في ضياح حسر وندم فالتباب يسمى الغرام وردحت لمر الألم أنا من قبلك انت كنت عايش في ضياح حسر وندم كفتت باب يسمى الغرام وردحت لمر الألم وقفت في باب الكريم رادي الكريم طالب الكريم إلا الكريم هيمع صلاح البعض بيطح كتفرق سعاد الفلك والحزب الشمتاني أنا في حيلين يا حديم ولا في حيلين يا حديم وقفت في باب الكريم من قبلك انت كنت عايش في ضياح حسر وندم وقفت في باب يسمى الغرام وردحت لمر الألم وقفت في باب الكريم رادي الكريم وقفت في باب الكريم اللا الكريم اللا الغرام البعض بيطح كتفرق سعاد الفلك والحزب الشمتاني أنا في حيلين يا حديم والله في حيلين يا حديم في حقك تنجسل وليلة في المراد وآخر عشم لو كان في يوم يسبح السلام منك العذاب مني انتغم يا ناس لحبك انت السلواليقك المراد واخر حسن لو كان في يوم يسبح السلام منك العذاب مني انتغم رب العباد عفظ على منحن حسوك يا حيدي عم قال الزمين بعد جراع بالسلاحة من عدم أنا في حلقك يا حسنين والله في عيني يا حسنين أنا في حلقك يا حسنين أنا في حلقك يا حسنين من قبل كنت انا كنت عايش في ضياح حسر وردم كنفلت باب اسم الغرام وردق ليه من الألم وقفت في باب الكريم لاي الكريم فعل الكريم لاي الكريم لاي مظلم ما رز من بعد جراع بالسلاحة من عدم تار أنا في حلقك يا حسنين والله في عيني يا حسنين والله في عيني وقفت في باب الكريم أنا في حلقك يا حبيبي ولا فعلين يا حبيبي وقفت في باب الكريم الحصب السمتان عبشي. تحية لك يا حسن. تحية كبيرة لك. تحية لأخي الجميل هيسم عباس. الله السلام. كل السلامة طيبة يا حسن. يا اخي الف الف مبروكة. ما كلمنه والله. والله ما ورانا. سجلس واطلهم من هنا. الف الف مبروكة استاذ هيسم ان شاء الله بنتم على الف خير. واعزمنا عشان ندفع في الكشف. والله بندفع. السادة المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ابداعه. ابداعه والله. ان شاء الله نكون في الطلق فاب تنسر ريموت تاني دي. سادة المشاهدين مرحبكم مرة تانية ومع ضيوفنا الجميلين لسا متواصلين. هو في ختام هذه الحلقة دارين دارين يا جماعة نتكلم عن مواقف. مواقف مرت بك وعلقت في الزاكرة او حاجة كانت يعني ما بتتنسي. انا 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 يعني اه احمد الله. المواقف دائما تكون من دار الرياضة. نحمد الله يعني نكوننا يعني بننظر بعيون زرقاء اليمامة. يا سلام. لما انكرمناك. شاردة والواردة. ايوه. لما انكرمناك وكأننا نعلم بانك سوف اكون احدى النابغين من الفنانين. الله يخليك. انا افتكر ليس عندي اكثر ما اقول لك انك انك رجل مبدع. والمبدع هو الانسان اللي بيطكن عمله. وانت دايما تتكن عملك في اي حتة لا ازيدك على يقول لك كفاء ابداعا. الله يخليك اخي الله يخليك. ديش هذا والله انا. يا اساس كمال. ما دي تكلم عن طه هتكلم حية تاني. لا 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 انا هتكلم عنهم. تبوز الشغل لبعد. لا معده هزال زؤال. انت يا طاهراك يعني شعوره شنو انت خشيت دارة من درمان. وعزبتني اليوم داك عشان جاي في الشارع لسا ما جاء في الكوبرى. وانت خشيت دارة من درمان كان شعوره شنو. والله بصراحة اقول لك بكل صراحة. انا حسيت بان انا خاشي يعني زي الجاي مناسبة فرح او لم بتاعت اصحاب. يعني الاحساس جاني جد جد حقيقي مما خشيت. الناس طبعا يعني الحمد لله الواحد علاقاته في مدرمان والريس كمالافرو يعلم انه انا انا قضيت سنين. في العرضة. كنت ساكن في العرضة. فلما دخلت دار دار الغياضة يعني اه تعرف يا اقول لك اي طريقة. انا بجهز في الاحتفال لك التكريم يعني واحد بيدقي اقدر دقنه طويلة جدا. الاستاذ ماجا. بس نططع يوني قول داريكتو لك. امشي وجيني تاني قعد فضول الاستاذ ماجا. والاستاذ الكبري. الاستاذ قرب قلت يا اخي انت شنو. يمشي تاني قعد فضول هناك يجيني الاستاذ ماجا. قمت اقلم للناس الام. قلتم يا اخوان الضول ضغل كافينا شره. هنزول دي بكتو لنا طاها يضربوا. من بعيد. قمت عربيتك جاد من هناك. ونزلت يجاري. قمت قمت عبعد ان هو. ايو. مسك طوال كان عبارة عن حب وعشق. ايو. يا سلام. يا سلام. يبقى ان احنا يعني انت رجل افتكر تستاهل امدرمان تكرمك. والله يا دا الشرف. لها ولحلالة ولانديتة ولمواطنين ولأولادة ولبناتة. فانا افتكر هذا حق مستحق لك. هذا استحقاق نلته بجذارة. من ان احنا عنا امدرمان اي معنى باختصار كده ملخصا بقول امدرمان هي الوطن يعني بصراحة يعني فعشق امدرمان يجري في الدم حتى ونحنا من اولاد بحري انتماء للي امدرمان يعني ظاهر. كتير لامدرمان والله. ايو والله. يبت الدين حاجة. مهو ظاهر كمان. نص عطفر السكن امدرمان مواقفكم. قدونا موقف اي جماعة في دار الرياضة. فيها يا سيدي الامنتي ليك الهلالة العظيمة. صح ولا لا? اكيد طبعا. اكيد. اه? اكيد. ويزول طبعا بنتمج. هل بسكين امدرمان? اكيد طبعا. الا انت يا حبيلا. كابتن عباس. قالوا في موقف مرة عليك موقف عجيب. اتسكت. هلالنيل قلت لغوالي كده. سكوك قالوا. وما سكوه. سكوك. السكة ما حصلت. يا عباس جميل يا عباس جميل. لا 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 ما حصلت. لكن الضغطة حصلت. ما تنقر. الغورة الجاوي جمس الدين. الغورة الجاوي جمس الدين سكوك. عصروني عصراء في الميدان ده. وبقد شوف الميدان ده بشوف كده. لكن الحمد للاربع العالمين يعني الوقت ده كان كان هو طبعا هدف في الهلال. من النيل. انت سوى هزينة الهلال كده. لو ما تهزم. قاعد تدرنه. وشوية انا ارتحت شوية. قلتنا بس. ادرون ريحني شوية. الله ما راقني. ما يعني ما راقني لكن ما برقني كده. يعني عباس جميل تخيين كده بحكم زبان عباس ده كان مربط وقسمه قوي. وبالنزل بتخاف منه يعني. ما كنت سمارت. كنت فاني سمارت. جرى ولا ما جرى. جرى كتير. يا عم يجري واني يا عفو تخيله. مما يديك ظهر وعلم كذا الامن. ابعد منه. لو دمان زماني يا طه. لما يكون في زنجة كده في درائم درمان بالزات. ما كان في سواري. بيجي درائم درمان يخرى عشرة دقائق عشان مهمتهم حماية الحكام. فطبعا احنا. لما تي تنهي المباراة ويتو عارفة حكاية ماما يا. اقرب محل الحصان بس في ظهر الحصان ده. تتكل في الحصان بيش تقريب. احنا ميتتكل في الحصان ونحن وصفارة. لا نجي حماية وحيدة. لكن ريس. انا افتكر يعني احنا سعداء جدا نونا حتى يعني بنفتكر انه محمد اليك يا اقل الله انه تخلي الرياضيين يصهروا من خلال برامجك لانه نحن كرياضيين بنفتكر ونحتز بانه نحن اكثر عددية واكثر انتشارا في السودان كله. صح. يبقي اي من يدون حقنا. صح. يعني بعد 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 القنوات ما بتدي الرياضيين حقهم. يعني تدي لها فئة ما تسوي بالنسبة لنا اي شيء. نحن نشكرك نيال عند الرياضيين. الله يخبر. نفتكر ده حق من حقوق ونديتنا ليهو. حق شرعي. ايوه حق شرعي دي ما عارف ولكن. حق من حقوق ونديتنا ليهو. حين نشكرك عليه ما نشكرك على الغتنية. الازرق هي دائما سباغة لمسل هذا الاعمال. ويتمنى لك حياة سعيدة جميلة. هنيئة. ربنا نوفقك. كمعنا. ومزيد من الابداع في كل مجالاتك. شكرا. كابتن زغبير. والله اولا اشكرك على صدافتنا لهذا هذا البرنامج. وانا بعين لجي نتكلم كويس بدي نظرة. شيل من عيوني بتكلم. هلين لبناتك. فاشكرك يعني صدافتنا في هذا البرنامج الجميل وسهرة جميلة وتتمنى لك حياة سعيدة. الله يخليك كم تزلم. جميلة. ايوه. قبل ما نختم. مرة في. يعني. حقيقة ما قلتم لايب المباراة. هلال مريخ. وكان واحد من اخواني الحكام ديل مع صلاة المغرب. فاشال الشنطة بتاعته على السن هو لما ما يعني يكون. بتاع الجمهور بتاع. فالجماعة واقفين في الصفوف في استعهلال. وانا بيشقهم وصف الحكام جممهم. وانا بعين لي واحد واقف بيعملي كده. انت. يعني الحكم انت. وانا ما يشبعي له. الحكم منو. تقلقوا طلع من الصلاة. الحكم منو. او اكون انت. قلت لا يا انا. حاجة اعي صلاتك. حقيقة يعني فرصة سعيدة جدا جدا. والواحد يعني سعيد بهذه السهرة المميزة. وبنشكركم وطاها. يعني طان الفرصة. ورغم انو يعني الواحد بحسب انو زمن. زمن فجأة بيقى بسيط. بيقى بسيط جدا. ما قلنا اللي عندنا. لانو الونسة جميلة معاكم والكلام. يعني من هنا برضو انحنا بيهني كل الاخوان الرياضيين. قاعد ربطا بشهر رمضان. ونقول لهم يعني سطم تفتروا على خير. وكل سنة وانتو طيبين العيد. والتهنية خاصة لأسرتي. يعني انا ما اقول لأسرتين عندي اثنين. أسرتين لأثنين مع بعض. واخص يعني اخص برضو التانية وبرضو يعني بحدي هذه السهرة برضو لابني مصطفى. لانه طبعا من عشاق اخونا طاها. يا ربنا احفظوا. اي فبه دليل هذه الحلقة كلها. وان شاء الله يكون باستمتع بها الآن. انا ما عارف عنهم يعني من الناس اللي حبوا طاها. لا اكيد اكيد بيكون قاعد بيحضر. والله ما عارف هو. انت موجود الليلة معانا لازل يكون. لكن هو ما عارفوا ما رقواه. لكن الحمد لله يكون شاء الله يكون رجعوا ويستمتع بالسهرة دي. وانقول له يعني اهداء من طاها يعني. لك هذه السهرة. ابشر ابشر هدية خاصة مني لو لكل سكان ونمدرمان العريقة. حسن صبرة. كلمة خيرة. كلمة لونيا. كلمة اخيرة والله بتمنى من فروقنا المشاركة في الدورات. تحية لي بيتك عليك الله يا اخ. هدي لي بيتحالة. يا سلام. وبتل كبير حنين. يا سلام. باهدلونه وانا مدرماننا السودان دي البناتي يا كامل. مالو ما قلنا هيا. بناتك انا قدر اجيب بناتي لكن الله ما عارف. باهدي السهرة دي كل لوسرة هارون. الراجل الطيب نسيبي وراجل ممتاز جدا. ايو 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 ايو. ده ما ابو الحكومة. كل السهر. اهل الصبر ووسرة الحارة العاشرة. كعب من نسيبك انتا. ما مخاف من نسيبه منهم. بكون ساكن معه في البيت. لا ما ساكن والله ساكن براي. طيب يا جماعة نحنا وصلنا لختام حلقتنا لهذه الامسية. آآ بصراحة والله الوقت بتلاشة مع وجودكم والله والكلام جميل وسر ومفيد. آآ نتمنى انكم تكونوا سعدتوا بحلقتنا لهذه الليلة واستمتعتوا بها واستفدتوا منها بعض الشيء. ان شاء الله واحد يأمل ذلك. آآ الى ان نلتقي في الحلقة الجاية نسمع لحنا الختام مع الاستاذ حسن صبره وانا حشاركك في العداء. انا من درمان. انا السودان. ها? لا لا ما عشان من هيك شان نحررها. عشان. يبون هنا تعاني برضو. نهداء يا ناس. الى لو نجيكم هنا نسوكم معنا. حاضر. يلا. اشتركوا في القناة. انا مدر مال انا السوداء انا در البزيم الدي انا الفرعة السلام وامان ونل اهداك يا ولدي انا مدر مال انا مدر مال لسان حالا 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 اكون باعظم الادوان واكون ازاح علي سواء انا مدر مال لسان حالا انا مدر جميع انا مدر مال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة